كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جوزيف بايدن اتخذ قرار الانسحاب الكامل من أفغانستان على رغم نصيحة الضباط المسؤولين بالبقاء أو بترك قوات قليلة العدد هناك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تحاشر رد مباشرة على اختلاف وجهات النظر بين الرئيس والقادة الحاليين واكتفى بالإشارة إلى السابقين لدي احترام كبير للجنرال بيتريوس والجنرال دانفورد والآخرين لكننا أخذنا نقاشا كاملا قبل أن يتخذ الرئيس هذا القرار مستشار الأمن القومي تحدث يوم الأحد أيضا وتحاشى الإجابة على سؤال الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس وكبار الضباط وحاول إضاح مسألة التهديد الإرهابي وضرورة معالجته بدون الانتشار في أفغانستان لدينا الإمكانيات وبعد التموضع تستطيع قواتنا أن تتابع قمع الإرهابيين في أفغانستان لا أستطيع ضمان ما يحدث في البلاد ولا أحد يستطيع ذلك الخلاف وجهات النظر بين القيارات العسكرية والرؤساء الأمريكيين تتكرر في كل مرة يناقش الأمريكيون الانتشار أو الانسحاب أو خفض القوات لكن الحقيقة هي أن الرئيس هو صاحب القرار الوحيد الرئيس استمع إلى العسكريين وقادة الأمن ثم اتخذ قرارا ما استطيع مناقشة المضمون لكن الأمور سارت بشكل صحيح هناك مشاعر متناقضة لدى العسكريين كبار الضباط سابقين وحاليين يعتبرون أن الانسحاب من أفغانستان خطأ ومجازفة صغار الضباط والجنود يعتبرون أن لا شأن للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان في الغانم العربية واشنطن شكرا 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 شكرا